في خطوة ميدانية جديدة تكشف عن تغيير جذري لمسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تكشف وسائل أعلم عبرية عن خطط ميدانية نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام السابقة أنتجت عملية ترحيل إلزامي وتهجير قصري لمعظم سكان شمال غزة بعد فرض مرحل التجوع والقصف الممنهج على مربعات سكانية عدة تقرير خطير يكشف أن الجيش الإسرائيلي ينفذ تغييرات جذرية في غزة وفق ما نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية فبخطة غير مسبوقة يقسم الجيش القطاع إلى ثلاث محاور رئيسية مزودا كل محور بمنشآت عسكرية ضخمة تهدف إلى تأبيد السيطرة الإسرائيلية وقطع أوصال القطاع محور نتساريم الذي أصبح بطول ثماني كيلومترات وبعرض سبعة كيلومترات إذ حوله الجيش الإسرائيلي إلى معبر عسكري دائم ويضم منشآت عسكرية دائمة ومعتقلات ومراكز قيادة استراتيجية ومحور شمال غزة يفصل شمال القطاع عن بقية الأجزاء مع خطط لإقامة محور ثالث في الجنوب في خطوة تعدها إسرائيل لضمان سيطرة دائمة على الأرض وتقطيع أواصر غزة وفي ظل هذا المشهد تبرز تحذيرات من إعلان منظمة الصحة العالمية احتمالية مجاعة في شمال القطاع سيما وأن ضغط اليمين المتطرف المتمثل بالوزيرين بن كفير واسموتريتش ودعم نتنياهو تذهب المعادلة إلى ضرب جهود المفاوضات والتهديئة في حال استمرار عقلية التواجد العسكري الدائم في غزة ترجمة نانسي قنقر